بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات تقدم لكم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هذا التصريح المتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد-19 ببلادنا بعد فترة بينية رابعة استمرت ثلاثة أشهر تميزت بانتشار جد ضعيف لفيروس سارسكوف 2 عاد مستوى انتشار الفيروس ليرتفع من جديد كما كان متوقعا وهكذا فمن ناحية الإصابات والتعفونات الجديدة الأسبوعية فقد سجل تضاعف لعدد الحالات خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر من هذا العام مع تسجيل ثلثي الحالات بجهتي الرباط سنة القنيطرة والدار البيضاء 6 وارتفع معدل إيجابي الأسبوعي بشكل ملحوظ إلى جوش فاصلة واحد بالمئة في الأسبوع الأخير بعدما ظل مستقرا في أقل من واحد بالمئة لمدة أزيد من شهرين هذان المؤشرا ينماني عن دخولنا بشكل جدي محتمل موجة خامسة للانتشار الجماعي للفيروس حيث ستتوضح الرؤية أكثر نهاية هذا الأسبوع ورغم ذلك فإن الحالات الخطيرة والحرجة لا تزال جد محدودة ولله الحمد حيث ولجت أقسام العناية المركزة والإنعاش خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر 2022 واثنين وعشرين ثلاث حالات فقط ولا توجد أي حالة تحت التنفس الإصطناعي نفس الشيء بالنسبة لحالات الوفيات التي تعد الأقل في بلادنا منذ بداية الجائحة على الصعيد الوطني رحم الله الجميع حيث سجلت في المعدل حالة وفاة واحدة كل أسبوع خلال الفترة البينية الأخيرة وبخصوص المتحورات المنتشرة في بلادنا لفيروس سارسكوف 2 فإن متحور أوميكرون لا يزال السائد بمتحورات فرعية متعددة يغلب عليها المتحور الفرعي بأة 5 وعلاقة بالحملة الوطنية للتلقيح فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة الثالثة 18.7% من مجموع المواطنات والمواطنين المغاربة مع معدل استمرارية يساوي 29.3% ولهذا فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو بإلحاح الأشخاص المسنين وذوي الهشاش المناعية والمصابين بأمراض مزمنة إلى تلقي الجرعة المعززة ثم التذكيرية للرفع من مستوى المناعة ضد كوفيد الوخيم كما تدعو كافة المواطنات والمواطنين المصابين بأعراض تنفسية ارتداء الكمامة واستشارة الطبيب بغرضي التشخيص والعلاج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة